مرحبا وضحياتي للجميع يعتقد الشيخ الرئيس ابن سينة أن الخير في الوجود غالب على الشر وهذه بلا شك نظرة تفاؤلية وقعا امتاز بها ابن سينة فبحسب الشيخ الرئيس فالله يحيط هذا العالم بعنايته حتى يكون على أحسن نظام ممكن وطبعا العناية التي يقصدها ابن سينة هنا تأتي بمعنى علم الإله الكل والشامل بكل ما في هذا الكون وبكل ما يجب أن تكون عليه الأشياء حتى يبقى هذا العالم منتظم ومتصق وليبقى الخير بداخله في النهاية غالبا على الشر ويعتقد ابن سينة أن الخير يفيد من الله على هذا العالم على موجوداته على أشيائه على كائناته لبل بحسب كلماته حرفيا فإن الموجودات سابحة في بحر من الخيرات وإن لم تدرك مثلا كل حدود هذا الخير وأبعاده وأيضا كان يعتقد بأن كل الأشياء كل الموجودات كل المخلوقات في نهاية العمر تنال من الخير ما هو جدير مثلا ولائق بها وبالتالي وكما نستطيع أن نلاحظ فكان لدى ابن سينة اعتقاد راسخ اعتقاد يقيني بأن نظام هذا الكون هو أفضل نظام كان يمكن أن يوجد على الإطلاق وبالتالي فهذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة أما مسألة لماذا يوجد الشر في العالم ومثلا هي الحكمة الإلهية من وراء وجوده ولماذا لم يوجد الله عالم خالب من الشر عالم بلا شر فابن سينة واقعا طبعا يعترف بوجود الشر لكن يرى أنه على الرغم من وجود الشر في العالم إلا أن الخير غالب عليه الخير أكثر من الشر في هذا العالم لأن الوجود خير والشر عدم الخير من طبيعة الوجود والشر من طبيعة العدم وأصلا لو كان هذا الشر في العالم أكثر من الخير لما وجد هذا العالم لو كان هذا الشر في العالم أكثر من الخير لما وجد العالم وأيضا لو كان العالم عبارة عن عالم من الخير المحض والمطلق أيضا لما وجد طبعا لأنه لن يكون هناك مجال لوجود كل الأشياء والممكنات لن يكون بين الأشياء والكائنات مثلا اختلافات أو فوارق فجميعها تحظى بمرتبة الكمال وبالتالي لا أصبح وجود الممكنات يعني أمر أشبه بالمستحيل وبالتالي لم يكن في الإمكان كما يقال أبدع أو أفضل مما كان وانطلاقا من هنا سنجد أن الشيخ الرئيس سيميز بين نوعين من الخير والشر الخير المطلق والشر المطلق والخير النسبي أو الجزء والشر النسبي وبرأيه أن الخير المطلق والمحض لا وجود له في العالم لا يمكن أن يوجد في هذا العالم عالمنا خير مطلق أو أن يكون عالم خير بشكل مطلق لا وجود للشر بداخله لأن الخير المطلق طبعا يشير إلى الكمال الخير المطلق يشير إلى تمام الوجود في حين أن هذا العالم عالمنا هو عالم الكون والفساد هو عالم العالم الإمكان أو هو عالم الموجودات الممكنة يعني هذا العالم ليس واجب الوجود بذاته لكي يكون كاملا بل هو عالم الإمكان عالم كان من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن لا يوجد وكل الإمكان كما قلت يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد كل الإمكان في نهاية الأمر يحتمل العدم والعدم نقص والنقص شر فكيف يكون هذا العالم عالم من الخير المحض وهو عالم من الممكنات التي تحمل في وجودها العدم والنقص لبل كلما ازداد الإمكان نقص الخير وازداد الشر فبتالي لا يمكن أن يكون هذا العالم عالم من الخير المطلق والمحض كذلك من جهة أخرى فلا وجود للشر المطلق في العالم كما أنه لا وجود للخير المطلق في هذا العالم أيضا لا وجود للشر المطلق في العالم لأن الشر المطلق يعني النقص مطلق يعني عدم مطلق وبالتالي لن يكون للعالم في هذه الحالة وجود فإذن لا خير مطلق في هذا العالم ولا شر مطلق وكل ما في هذا العالم هو خير نسبي وشر نسبي فأي شيء أي شيء قد نجد فيه الخير والشر يعني بشكل نسبي أي حادث مثلا قد يكون في نفس الوقت خير لشيء ما أو لكائن ما وشر يعني في نفس الوقت لكائن آخر وهكذا ومع ذلك دعونا نقول بأن الشيخ الرئيس شدد على أن الخير في العالم كما قلت غالب على الشر الخير أكثر من الشر أعم من الشر لبل اعتبر ابن سينة أن الخير هو الأصل هو الأصل في العالم وفي أشيائه بينما الشر هو عارض جزئي زائل نسبي الخير دائم الشر زائل بحسب كلماته العالم يراد فيه الخير قصدا ويأتي فيه الشر عرضا طبعا لأن كلية الخير كما يرى ابن سينة قيمة الخير عمومية الخير الخير العام يعني يقتضي وجود الشر الجزئي وهذا الشر الجزئي مصدره النقص في طبيعة الممكنات مصدر هذا الشر الجزئي هو الممكنات هو الموجودات الناقصة وليس الله ليس الله وإنما ينبثق من من طبيعة الموجودات والممكنات الناقصة طبيعة الموجودات ينبثق منها جانب سلبي شيء من الشر الجزئي النسبي الذي لا يقاص بالخير الموجود فيها يعني مثلا طبيعة النار كما نعلم أنها حارقة والحرق يعني قد يكون خير أو قد يكون شر قد يكون نافع وقد يكون ضار لكن في نهاية الأمر هذه هي طبيعة النار أنها حارقة لا يمكن أن توجد النار إلا وطبيعتها الإحراق نار دون إحراق لن تكون نار فكيف بالتالي يعني يمكن للنار أن توجد طيب بدون هذا الشر وهذا الضرر الجزئي العائد لطبيعتها الحارقة لا يمكن تريد عالم من الخير المحض هكذا عالم لن يكون فيه وجود للنار لأن النار بطبيعتها قد يصدر عنها شيء من الشر أو من الضرر وقد تكون نافعة من جهة أخرى ومع ذلك يشدد ابن سيناء على أن الخير الكامل في الأشياء أو الناجم عن الأشياء هو أكثر من الشر الناجم عنها فكل الأشياء وموجودات فيها الخير فيها النفع ثابت يعني دائم أو أصيل يعني أكثر من الشر وأكثر من الضرر الجزء مثلا وأصلا لو لم يكن الأمر كذلك لو لم تكن كل الأشياء فيها الخير أكثر من الشر بحسب ابن سيناء لم تنع وجود الأشياء فإذا الخير أصيل الخير دائم في الأشياء والشر جزئي وعرضي يعني على سبيل المثال النار لنأخذ النار كمثال طيب هل النار نفعها للإنسان أكثر أم الشر الناجم عنها أكثر يعني هل تفيد الإنسان أكثر أم تضر الإنسان أكثر بحسب ابن سيناء لا حتى النار فيها خير أكثر من الشر ولو لم يكن الأمر كذلك لم تنع وجودها هذا هو معنى أن الخير أصيل وأدائم في العالم وفي الأشياء ومعنى أن الشر والضرر عرضي أو جزئي وزائل فبالنار نطهو الطعام ننير نضيء نتدفأ نستخدم النار في مجالات يعني لا حصرة لها هذه كلها منافع فوائد خير في مكان ما طيب بالمقابل طيب كم مرة مثلا احترق لنقل منزلك بالنار كم مرة احترق البيت بالنار كم مرة تسببت لك النار بضرر فادح لا منافع النار اكثر من ضررها وهكذا فالنار فيها الخير اكثر من الشر وهذا الخير هذا النفع ما كان ليحصل يعني الا في حالة كون النار حارقة وبالتالي امكانية حصول مثلا شيء من الشر او ضرر من النار لم يكن هذا الخير ليوجد من النار لو لم تكن حارقة ولو لم تكن هناك امكانية لحدوث شيء من الشر من وراء هذا الاحتراق كما ذكرت عفوا كما ذكرت يعني قبل قليل تريد عالم فيه خير محض مطلق لا وجود فيه للشر ابدا هكذا عالم لن يكون للنار فيه من وجود كمثال اخر طيب الامطار الغزيرة السيول الفيضانات التي تحدث وتضرب مناطق معينة في العالم طبعا هي شر لكن هذا الشر ايضا جزئي يعني نسبي بما لا يقاص امام الخير والنفع الذي تحمله الامطار كل هذه السيول التي تحدث في العالم يعني واقعا هي لا شيء امام الخير الذي يهطل مع المطر على مدار العام بوصف المطر كما تم جميع يعلم خير للأرض للزرع للكائنات للحية لبقاء الأنواع وللحياة وللأرض فيمكن ان نقول بان هذه السيول هذه الفيضانات تمثل الشر الجزئي النسبي امام الخير العام والكل الذي تحمله الامطار والكامن في الامطار وإلا لندعو الله لكي يتوقف المطر ولنرى يعني حتى الزلازل والبراكين طبعا نتحدث بلسان ابن سينة حتى الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية بدون أدنى شك هي شر وشر كبير جدا ومع ذلك فهذا الشر الكبير في مكان ما قياسا بأشياء أخرى هو شر جزئي شر عارض شر عارض مثلا أمام الخير الدائم الذي لنقل تفيض به الطبيعة على الحياة والكائنات والأشياء والإنسان يعني خير الطبيعة موجود على مدار العام فيما هذه الكوارث هذه الزلازل يعني عرضية محدودة في مكان ما أو في مكان معين وفي زمان محدد بينما على مدار العام خير الطبيعة موجود خير الطبيعة أصيل دائم في حين أن شرها مثلا عرضي وزائل وهكذا فالخير هو الأصل في العالم كما يرى بن سيناء والشر هو العارض أو إن أردتم يعني كما قال أبن سيناء حرفيا الخير مقتضى بالذات أما الشرف مقتضى بالعرض ولو كان أي شيء شره أكثر من خيره وضرره أكثر من نفعه بكل بساطة لم تنع وجود ذلك الشيء هذه هي العناية الإلهية هذا هو معنى أن الخير غالب على الشر في العالم الخير موجود في كل الموجودات والأشياء أكثر من الشر الشر جزئي بينما الخير أصيل دائم وهذا يعني أيضا بأن الخير العام أو الكلي يستلزم بالضرورة وجود هذا الشر الجزئي لكي نصل إلى خير عام كلي لكي نستفيد من النار يجب أن تكون حارقة لكي تحيي الأمطار الأرض أحيانا تفيض بكمية زائدة فتحدث السيول لكي تستقر الأرض تحدث الزلازل والبراكيد فهذا الشر الجزئي ضروري لوجود الخير العام أو الكلي هذا الشر الجزئي الذي يصيب مثلا أفراد أو مجموعات ما من الأحياء من الكائنات أو يضرب مناطق معينة في حين باقي العالم ينعم بخير الطبيعة الحياة تبقى مستمرة الأنواع الحية تظل باقية حتى هذه الأرض يعني تبقى رغم الزلازل الجزئية المؤلمة لكن تبقى هذه الأرض هي المكان الذي سمح بظهور الحياة وهي المكان الملائم لاستمرار الحياة بوصف الخير الكامل في الأرض يعني أكثر من كل هذا الشر الجزئ طبعا لينتهي إبن سينا إلى أن الخير المطلق كما قلنا لا وجود له في هذا العالم ولا يمكن أن يوجد الخير المطلق والخير المحض موجود فقط في الذات الإلهية في الله طبعا بوصفه واجب الوجود بذاته هو الكمال والنور المطلق أما كل شيء ممكن الوجود لا يمكن أن يوجد فيه خير محض كمثل هذا العالم هذا العالم ممكن الوجود يدخل في في عالم الإمكان أو تحت خانة الإمكان وبالتالي فهو وجود ناقص وجود يحتمل للعدم والفساد وعلى حد تعبير إبن سينا حرفيا وما يحتمل العدم بوجه ما فليس في جميع جهاته بريئا من الشر والنقص وهكذا فبحسب إبن سينا الله لم يوجد الشر لم يوجد الشر وإنما الشر منبثق عن المادة منبثق عن العالم الناقص منبثق عن عالم ما دون فلك القمر على حد يعني تعبيره أو بحسب أدبياته الله لم يوجد الشر لأن الشر أصلا ليس يعني ليس له وجود واقعي الشر ليس مخلوق ليس شيء له وجود أو ذات بل الشر يشير إلى النقص يشير إلى العدم في الأشياء في طبيعة الممكنات في طبيعة العالم إلى آخرين أو قد يكون الشر هو عارض يمنع الخير في العالم يعني كما تحجب السحب نور الشمس أو قد يكون الشر هو تسلط العدم على الوجود فيحيله إلى شر فإذا الله لم يخلق الشر لم يوجد الشر في العالم ومع ذلك فالله سمح بوجود هذا الشر الجزء لماذا لكونه ضرورة لتحقق الخير العام لأن لا معنى للخير ولا قيمة للخير بدون وجود الشر لا يمكن أن نصل إلى الخير إذا لم يكن هناك وجود للشر لو لا الشر لما عرفنا الخير يعني تماما كما أن لا معنى للنور بدون الظلمة وكيف كان من الممكن مثلا أن نعرف قيمة الحياة لو لا الموت وقيمة الصحة مثلا لو لا وجود المرض قيمة العافية لو لا وجود الألم قيمة البصر لو لا وجود العمى والعمى شر ولولا عناية الله كما يرى ابن سيناء هذه العناية التي يحيط بها الله العالم باستمرار فلربما كانت الأمور أسوأ لربما كان هذا العالم أشر مما هو عليه طبعا لي ينهي ابن سيناء ربما هنا في مقام الرد على سؤال افتراضي أنه طيب لماذا لماذا يخلق الله العالم على هذا النمط مثلا الذي ذكرت وواقعا هذا السؤال لا محل له من الإعراب عند ابن سيناء أو هو من ضمن الأسئلة التي كما يراها خارج أصلا عن قدرة العقل البشري وإدراك الإنسان المحدود لأن الإنسان كما يتحدث قاصر عن إدراك الحكم الإلهية لأن الله لا ينظر إلى الأمور كمثل ما ينظر الإنسان إليها لا الله ينظر إلى الوجود بنظرة متسامية متعالية شاملة كلية تحيط بهذا الوجود بكليته فيما الإنسان لا ينظر إلى ما هو جزئي الإنسان لا ينظر وأصلا لا يستطيع أن ينظر أو يدرك إلا ما هو جزئي لا يستطيع أن يتعامل إلا مع الوجود الجزئي في حين أن الله يدرك كل الوجود بنظرة شاملة متسامية تحيط به بكليته أو من كل جوانبه وبالتالي لا يستطيع الإنسان إدراك الحكم الإلهية فيما خص الوجود بكليته وشكرا وإلى اللقاء